وعندما قامت مظاهرات تلاتين ستة قال يجب أن تقوم وثورة تلاتين ستة يجب أن يتوجه الإخوان إلى هؤلاء ويقضوا عليهم لأن دول خرجوا عن النظام الشرعي فبالتالي عنده استخدام آيات القرآن يستخدمها في المكان الذي يريد جماعة الإخوان هو ما الذي يربط الأخ وسؤالك مهم ما الذي يربط الأخ بالجماعة يربط أنه يظن أنه يسير في طريق الله وتستخدم آيات الله حتى يتم إضلال هذا الشاب ويقولون له إن الله يقول وهديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا وهذا هو طريق الإيمان الذي نحن نسير عليه فإذا سرت معنا حتى ولو تلقيت صعاب وحسن البنى قال في رسالة المؤتمر الخامس أنكم تتواجهون من الحكام وستواجهون ممن لا يعرفون مقصدكم ستواجهون بالسجون وبالأشياء كثيرة وفيجب أن يكون الواحد فيكم ثابتا فهذا الكلام بيغرر ويخدع ولا يغركم بالله الغروب ولكن حقق لهم ويتم التغرير به فلذلك الأخ ده يدفع لأنه يظن أنه هو يظن أن العقيدة التي هو عليها صحيحة ولذلك أنا كنت بقول فيه فارق ما بين حد وحد يعني فيه أحزاب سياسية أو كنت بقول يبغي أن تنطلق الأحزاب السياسية وتعتبر أن مواجهة مشروع الإخوان السياسي والديني هو مشروع قومي يبدو أن نتضافر جميعا لمواجهته هذا الملف أنا هتراحه مع حدرتك الحلقة القادمة لأنه هو سؤال شغلني وشغل الناس بأن سنوات ماذا فعلنا لمواجهة الخمسمائة ألف ماذا فعلنا لمواجهة هذه الأفضل أنا الحقيقة هنتقد الأحزاب السياسية كلها بس مش هتنتقد الحكومة مش هتنتقد مناهج التعليم لا وهنتقد إزاي ما بقاش عندنا مناهج التعليم أنا قلت المرة اللي فاتت إيه أستاذ خيري أنا قلت المرة اللي فاتت أن الحكومة وحدها لا تصدق أنا لا أبرق الحكومة أنا لا أبرق مؤسسات الدولة المصرية لا أبرق وزارة التربية وتعالي لا أبرق الإعلام حتى نعم في الفترات والسنوات الأخيرة نسيناهم لا أبرق الفنون لا أبرق رغم أن الفنون حاولت بقدر الإمكان لفترة لكن في نفس الوقت إحنا كلنا المفروض نكون في هذا الخطر يد واحدة واجب أن يستشعر الناس الخطر ما بقولش الكلام ده علشان الناس تلتفت عن الأزمات التي تمر بها طبعا لا أبدا لا على الإطلاق ولا أنا بقول كذا وستظل الأزمات أزمات وتحتاج إلى حل وتحتاج إلى حل مش حلال إخوان ولا غير لا خالص صحيح أنا قلت أن الإخوان ليسوا هم السبب في أي أزمات لكن هم عنصر فاعل في تفعيل هذه الأزمات هما بيستغلوها بشكل سيء جدا ومغرض يعني أنا أستطيع أن أنتقد هنا وأقول ملاحظات ورغبتي وأمنياتي أن يتم إصلاحها هما لما بيتكلموا بيتمنوا زوال مصر طب أنا عايزة أقرأ لك حاجة اتفضل أنا أعدت أحصر على مدى أسبوع من الحال بس أنا هطلب من حضرتك حاجة قبل ما تقرأ لي حضرتك كلمتين من شوية وقلت أن أتكلمت من أربع سنين عن شركات وتنظيم ومن يريد أن يبحث أبحث في إيه أنا محتاج بيانات أحتاج تقول لي هذه الشركات هي كذا وموجودة في الحدد الفلانية أجيب لك أسماء شركات الحلقة القادمة يوسف نادا الحلقة القادمة هذا وعد مني التي قامت بالأرقام الشركات وإبراهيم غالب وغالب همت محمد غالب همت وإبراهيم زيات إبراهيم فاروق محمد هذه الشركات وموجودة فين ومن يريد أن يبحث يدخل بقى يدور يدخل ويدور أيها بس نبقى وإحنا بنتكلم بنكتسب مصداقية من إنه مش بقوله يدور وما بدلوش معلومات فبشكر حرارتك أنا بقعدت أبحث بس تتفت خلال الأسبوع الماضي عن عدد فلتكن دي الختام عن عدد الشائعات التي أطلقت وهي غير صحيحة في مصر في خلال عام 2023 23 ألف شائعة غير صحيحة أنا عدتهم إزاي مجلس الوزراء عنده يعني ردود على أسبوعية كانت على وكنا بنطلبوا أن الردود ده بمعدل تلات شائعات ونصف اليوم أربع شائعات وشائعات مختلفة فيما يتعلق بمجالات الاقتصاد ما يتعلق بمجالات السياسة ما يتعلق بمجالات مجتمعية ما يتعلق بقوانين يعني زي أنت بتهايق لي رديت النهاردة على حاجة متعلقة بمقابر أيوة بمقابر بتاع الزابط أنا بقولك بقى 130 ألف في الشهر 10 ألف شائعة 130 ألف شائعة ده سنزفر الحكومة أنا جبتها دي من المصادر الرسمية أيوة أنا قلتها قبل كده رصدناها أيوة فلما يبقى 10 ألف شائعة تقريبا في شهر ده شيء ده دي أي آلة جهنمية ومن يستطيع لا يستطيع تنظيم صغير كما نعتقد أنه يعمل كده ده مدعوم زي بتوح حلب تحريري شام دول ما مدعومين هي صورة الشائعة هي المسكن خوص قالك مسكن أيوة بقايا جات همين أنا كنت باعت صورة وبيان قبل ما جي لإبراهيم الزيات علشان خاطر بس الناس تبقى عارفة شكله نجيب الصورة فين صورة إبراهيم الزيات يا جمعة المرة الجاية المرة الجاية وإحنا بنتكلم عن أمواله والأرقام والأسماء الشركات وكده واستعد لي لنضع تصور كيف يمكن اللي عايشين في مصر مصريين وإذا كانوا لا يقومون بأعمال عنفة أو إرهاب فلديهم عقيدة فاسدة مواجهة العقيدة الفاسدة قبل أن تقبض عليهم وهم لم يفعلوا شيء مباشر ولم يشاركوا في شيء مباشر من يرتكب جرم لابد أن نتعامل مع هذه العقول ونمنع انضمام عقول جديدة إليهم لأن هؤلاء عندهم أطفال صغار وهم اللي بيغزوهم وهم اللي بيربوا أجيال جديدة فإذا كان هذا التنظيم ما زال بهذه القوة فنحن ما زلنا في خطر تتعرف إيه الخطر الخطر إنه زمان كان العدو بتاعنا مثلا اسمه إسرائيل فإحنا شايفينه وعارفينه لكن الخطر هو نقدر نواجهه وعندنا وعي لمواجهته لكن الخطر دلوقتي ناس زينا بيتكلموا بالسنة لابسين زينا وبيقولوا إحنا مصريين وإحنا بنحب مصر وهم مش طيقين مصر وهم مش طيقين مصر وبيلدعونا وعاوزين يأخذوا على مصر يعتقدون أن الحل إنها تتهد بالكامل صحيح اللي تهد ما شفناش بلد تهدت وقامت شوف ما شفناش خالص ما احنا شفنا كله عادي تهد حوالينا في حاجة قامت تاني يعني سوريا أفغانة سوريا يعني سوريا الآن يريدون أفغانة سوريا العراق ودخلت أمريكا من أجل الدموقراطية كيف تعيش العراق الآن السودان ما هو الوضع فيها اليمن ما هو الوضع فيها ربنا سطرها معانا الحمد لله واجهتهم جيش الإرهاب اللي كان في سينة ربنا سطرها معانا الحمد لله الحمد لله بشكرك جدا الأستاذ طروة الخرباوي المفاكر السياسي والمحام الشهير وبشكرك مرة تانية على تحملك على نفسك وحرصك من باب أن مصر تحتاج إلى كل أبناءها الآن الدواء بيجيب نتيجة والروح المعنوية بتاعة المقاتل بتجيب نتيجة دايما سلامتك ألف سلام الله يسلم